أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر واجهت موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما تزال تريد النيل من وطننا وفي كلمته بمناسبة ذكرة سعى لثورة الثلاثين من يونيو شدد الرئيس السيسي على أن مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق بصمود أسطوري لشعب عظيم يمضي شعبها في المصارين معا البقاء والبناء وجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة وكما فشل الأشرار من قبل سيفشلون مجددا بإذن الله وبتماسكنا ووحدتنا وواجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق تستعنى عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم كما علم الإنسانية يوما الحضارة والمدنية يضرب المثل الآن في إدراق قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك ولم نكتفي بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم بل مضينا في المسارين معا البقاء والبناء ترجمة نانسي قنقر